من مدينة شندي بولاية نهر النيل ينضم إلينا مراسل الحدث نزار البقداوي نزار أهلا بك يبدو أنك في أحد مخيمات النزحين اطلعنا على الصورة من أين أتى كل هذه الأعداد من حولك وأين هو هذا المخيم بالتحديد الحدث ما زالت تواكب واحدة من أكبر الآزمات الإنسانية في العالم وهي أزمة النزوح التي بدأت في السودان نحن الآن هنا في هذا المخيم على تخوم مدينة شندي هذا المخيم لوحده حتى الآن استقبل أكثر من 16 ألف نازح وصلوا من أكثر من 160 قرية من قرى شرق ولاية الجزيرة وسط السودان خلال الأيام والأسابيع الماضية هذه الأعداد الكثيفة التي وصلت إلى هذا المخيم هي جزء من أعداد وصلت إلى مناطق مختلفة جدا من ولاية نهر النيل تحديدا في المناطق الشمالية والحديث هنا عن منطقة كابوشية والحديث عن مدينة الدامر ومدينة بربر وعدد من قرى وضواحي ولاية نهر النيل بمحلياتها السبعة في هذا المخيم الإيواء المؤقت الذي أقامته حكومة ولاية نهر النيل ممثلة في محلي شندي تحدثنا إلى النازحين هم الآن يحكون ويتحدثون عن ظروف إنسانية بالغة التعقيد على الرغم من هذه الخيام التي تشاهدونها الآن على الهواء مباشرة إلا أنها لا توازي الأعداد المتضاعفة من النازحين الذين يصلون تباعا على رأس الساعة هناك إشكالية في الصرف الصحي إشكالية تتعلق بقلة الخيام التي وزعت تتحدث النساء عن احتياجات خاصة للنساء يتحدث كبار السن عن أهمية توفير المأوى وتوفير الغذاء بشكل مستمر وتوفير العلاج هذه هي مطالب آنية يتحدث النازحون عنها ويتحدثون أيضا عن أوضاع كارثية للذين لم يصلوا نزار إذن مشاهدينا كنا نتابع إذن هذه المأساة التي يعيشها السودانيون والمتمثلة في عمليات نزوح نزار تفضل نعم كما ذكرنا هذا هو أحد المخيمات هنا في مدينة الشندي الآن السلطات تتحدث عن توفير معينات إضافية لأكثر من 16 ألف وصلوا إلى هذا المخيم الإيوائي في الأجزاء الشمالية من مدينة الشندي هناك جمعيات هناك منظمات تنشط على سبيل المثال جمعية الهلال الأحمر السودان التي بدأت في توزيع بعض المعينات الغذائية أيضا هناك جهة طبي يتمثل في طلاب مدينة الشندي وتحديدا الطلاب الذين يدرسون بجامعة الشندي عدد من الطلاب وأساتذة كلية الطب يصلون إلى هذه المخيمات لتقديم الدعم والسند والإيواء الأزمة كبيرة ومتعاظمة والمناشدات مستمرة بضرورة أن يكون هناك تدخل عاجل من قبل منظمات الغوث والدعم الإنساني لمقابلة هذه الاحتياجات المستمرة والملحة لآلاف النازحين الذين ما زالوا يتقاطرون على عدد من المحليات هنا في ولاية نهر النيل نعم نزار فيما يتعلق أيضا بالولايات الأخرى التي هي في وضع مشابه لهذا الوضع ويتحركون فيها الأهالي من منطقة إلى أخرى في ظل هذه الظروف الصعبة كيف يتم تأمين على الأقل هذه الخيم التي نراها من حولك؟ نعم أنا سأتحدث كمعلومات وسأتعبر الآن الذين وصلوا من شرق الجزيرة نحو ولاية نهر النيل تحديدا إلى هذه المحلية أكثر من 45 ألف هناك الآن أعداد تحركت من قرى شرق الجزيرة ووصلت إلى مدن الفاو في شرق السودان ووصلت إلى مدينة حلف الجديدة بولاية كسلة البعض وصل إلى المناطق الشرقية لولاية الخرطوم وهنا الإشارة إلى منطقة أبو دليغ وغيرها هناك أيضا معلومات تتحدث عن وصول نازحين من شرق الجزيرة إلى دول الجوار وهنا الحديث عن ليبيا وعن مصر هؤلاء غادروا هذه المناطق وصولا إلى عدد من المناطق ومنها كما ذكرنا القضارف وكسلة وحلفة الجديدة لكن الذين يصلون ويتقاطرون إلى هذه المناطق هم يصلون في ظروف إنسانية معقدة صراحة ظروف إنسانية بالغة هناك نساء نحن قبل قليل التقينا بامرأة سودانية هي الآن على مشارف الوضوع وقد قطعت عشرات الكيلومترات سيرا على الأقدام هناك أطفال أيضا في أوضاع إنسانية معقدة وصعبة بدأت بعض الأمراض الآن تظهر هنا في هذه المخيمات كالملاريا وكالإسهالات المائية وكالالتهابات وهو الأمر الذي يدعو الحكومة ويدعو المنظمات لتدخل حتى لا تنتشر هذه الأمراض ونحن نشير ونذكر إلى أن وباء الكوليرا انتشر في أكثر من ولاية سودانية وهذه المناطق بعد وصول هذه الأعداد المقدرة ليس ببعيد أن يصاب من وصل بأمراض على شاكلة الكوليرا لكن التحدي كبير المجهودات مبذولة من قبل محلي الشندي وولاية نهر النيل الحكومة السودانية لكن هذه الأزمة كما تقول الحكومة هي أكبر من إمكانيات الدولة وهذا يستدعي تدخلا دوليا إنسانيا عاجلا نعم إذن تابعنا معك نزار كل هذه المعلومات والتفاصيل المتعلقة بالمعاناة اليومية للسودانيين في كل مناطق السودان تقريبا والمتعلقة باستمرار عمليات النزوح من منطقة إلى أخرى وأغلب هذه المناطق التي ينزحون إليها لا يتوفر فيها المقاومات الأساسية للحياة كما نلاحظ في هذه الصورة التي نقلتها إلينا بكل تفاصيلها شكرا جزيلا لك كنت معنا من مدينة شندي في ولاية نهر النيل مرسل الحدث نزار البقداوي شكرا جزيلا شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك